النهاردة المحترفين بتوعنا عملوا شوية شغل حلوين اوي نبدأ طبعا طبعا بكبير المحترفين المصريين محمد صلاح محمد صلاح النهاردة قاد فريق ليفربول للفوز على نوتينج هام فورست بسلاسة اهداف دون رد سجل هو الهدف الثالث عشان ليفربول اللي ارتقي الى المركز الثاني في ترتيب هداف الدولة الانجليزية هو اللي ارتقي الى المركز الثاني في ترتيب هداف الدولة الانجليزية بتمن اهداف خلف إرلينج هالند بفارق هدف واصبح محمد صلاح بهذا الهدف ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل خلال اول خمس مباريات على ملعب انفلد بعد هارك تشامبرز وجون ألدردتش حيث يسجل صلاح في شباك بورنموس واستنفيلة واستهام ينايتد وايفرتون ونوتينج هام وفعلها قبله هارك تشامبرز في عام 1922 وكذلك جون ألدردتش اللي فده كان محمد صلاح اللي جاي ده بقى حكاية حكاية مرموشة جماعة بادي الموسم بشكل رائع جدا مع واحد من أفضل وأهم الفرق في العالم اللي بتصدى اللاعبين لأعظم فرق أوروبا الآن فريق انتراكت فرانكفورت أنا مبسوط جدا للمرموش عشان دي هتبقى خطوة عظيمة ليه كبيرة في نادي كبير إن شاء الله مرموش النهاردة سجل هدفين في تعادل فريق انتراكت فرانكفورت مع مين؟ مع بروسيا دورت 8 دوح من أكبر فرق ألمانيا المبراخل ست 3-3 لكل فريق هو اللي أحرز الهدف الأول في ديئة 8 من ضربة جزاء وسجل الهدف الثاني في ديئة 24 عشان يصل عدد أهداف مرموش في الموسم الحالي في الدوري البونزليجا أربع أهداف وفيه بشكل عام يعني في كل البطلات مسجل 8 أهداف مع فريق انتراكت فرانكفورت هو مسجل 4 في الدوري وتلاتة في دوري المؤتمر وهدف فيه كأس ألمانيا نهاردة حمدي فتح الشارك في فوز فريق الوكر القطري على أم صلالبه هدفين دون رد في مسابقة الدوري ولعب المباراة كاملة لكنه لم يصنع أو يسجل لكن عمل مباراة كبيرة والصورة دي حلوة كمان أوي بالكفاية كفاية فلسطين محمود حسن تريزيجي النهاردة تريزيجي تعرض لإصابة أثناء عملية الإحماء قبل مباراة فريق ترابزون سبور أمام فاتح كارجومارك في الدوري التركي كان اسمه ضمن التشكيلة الأساسية لكن تم تغييره قبل انطلاق اللقاء نظرا لإصابته والدكتور محمد أبو العيلة قال لنا في رقم 10 طبيعي منتخب مصر قال إن اللاعب سليم وجاهز للمشاركة مع فريقه في المباراة اللي جاية ومنسمى الانضمام لي مع أسكر منتخب مصر المقبل ألف سلامة التريزيجي مستنيينك طبعا مع المنتخب